النهاردة ايضا كان نشاط رئاسي مكتف من القمة العربية ايضا كان فيه قمة ومؤتمر ومنتدى غاز البترول اللي في مصر اجيب سعشرين تلاتة وعشرين في نسخته السادسة والحقيقة الرئيس القى كلمة ايضا في هذا المنتدى او في هذا المؤتمر رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر والمعرض هذا المؤتمر الخاص بالبترول والطاقة والغاز اللي بيحضروا في هذه النسخة السادسة بيحضروا كل خبراء البترول والغاز في العالم وزراء البترول ورؤساء الشركات ومصر اصبحت مركز اقليمي للطاقة اصبحت بفعل احنا بتكلم كنا على مدار سنين بنخطط لكي نصبح مركزا اقليميا للطاقة احنا اصبحنا بالفعل مركزا زي ما قلت مبارح الرئيس النهاردة رحب بالضيوف وقال انه ايضا اعاوز اقول للاصدقاء والشركات الكبيرة او الشركات التي تعمل في هذا المجال تأثرتهم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية وده اثر على حجم ضخ الاسمارات في مجال الطاقة الاحفورية البترول الغاز وحجم المعروض ما كانش بالمستوى المطلوب وخلال ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية تصعر بقت زيادة وده معناه اننا لا نتأثر بالانطباع ونتعامل مع طلب الواقع واقع الطلب خلال السنوات الاخيرة الرئيس النهاردة تتكلم كلام كان له اهميته في هذا المجال وقال ايضا ضمن جلسة احوارية حول اهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ ضمن فعالات المؤتمر منتدى غاز المتوسط والجهد اللي بنعمله مع شركات البحث والتنقيب هي اللي هتبقى العنصر الحاسم ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف اثار الازمة والطلب على الغاز لاوروبا خلال المرحلة القادمة كل ما هيبقى فيه اكتشاف سواء في مصر او في لبنان او في دولة تانية وهذا الغاز يصل لاوروبا اتصور ده هيقلل من حجم الطلب الناتج عن الازمة الروسية الاوكرانية نهاردة كلام سيد الرئيس بيؤكد انه ما تملكه مصر من بنية تحتية وتسهيلات لتسهيل الغاز تحويله من حالته الغازية لحالته السائلة في مصانع التسهيل او محطات التسهيل في اتكو ودمياط هو مدي مصر قوة ومدي مصر صوت مهم ليس فقط فيما تملكه من غاز وانما فيما يملكه الاخرون من غاز الغاز الاسرائيلي والغاز اللبناني والغاز القبروسي والغاز اللي من هنا وكله هيجي عندك يتسهيل وتصدر لفين؟ لأوروبا هو ده المركز ده الحلم اللي احنا كنا شغالين عليه وزير بتروض نهاردة تكلم وقال كلام مهم جدا جدا عن طرح شركات طرح تلات مزايدات عالمية للبحث والتنخيب خلال عام تلاتة وعشرين وقال المنصر الملة انه في مجال البحث والاستكشاف تم طرح اربع مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر الاستكشاف والانتاج الرقمي منذ انطلاقها سنة واحد وعشرين وقال كمان انه تم وضع خطة طموحة مع شركاء مصر العالميين حتى عام عشرين وخمسة وعشرين لحفرة اكتر من تلتميت بئر استكشافية والتي تسعى مصر وضعها على الانتاج سريعا وفقا لما قاله المهندس طارق المل وقال كمان انه في اطار تعزيز مركز مصر لكي تكون مركز اقليمي للطاقة هناك مجموعة من العناصر منها زيادة مواني وارصفة استقبال نقلات البتغاز اضافة 79 مستودع لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية انشاء تجديد خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية باجمالي اطوال بلغت 1400 كيلو متر تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية الغاز باجمالي اطوال حوالي 1000 كيلو متر في مجال تكريل البترول تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة وخلال العامين الماضيين افتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها في عام في اطار تعزيز استراتيجية قطاع البترول للتحول الرقمي تم تنفيذ عدد من مشروعات الانظمة الرقمية اللي ساهمت في رفع كفاءة العملية التشغيلية ده كلام المهندس طرق الملة في المؤتمر اللي انعقد النهاردة